أهلا بكم من جديد إذن عام مر من عمر الحكومة الانتقالية بالسودان مليء بالأحداث السياسية العاصفة أبرزها رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب المدرج فيها منذ عام 1993 وإقامة علاقات مع إسرائيل وتوقيع اتفاق السلام مع حركات الكفاح المسلح وتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية حديث في هذا الشأن مع كمال بولاك عضو مجلس شركاء الحكم ومقرر المجلس المركزي للتحالف قوى الحرية والتغيير لكن بعد أن نلقي نظرة على أبرز المكاسب السياسية في السودان هذا العام مكاسب عدة حملها عام 2020 للسودان هذا البلد الذي عانى طيلة عقود من صعوبات وتحديات ولكنه استطاع وبتوافق شعبي وحكومي الخروج من النفق المظلم أولى تلك الإنجازات تتمثل في التوقيع النهائي لاتفاق السلام السوداني بين الحكومة الانتقالية وتحالف الجبهة الثورية في الثالث من أكتوبر الماضي وهو الاتفاق الذي وصف بالإنجاز الكبير حيث جاء بعد سبعة عشر عاما من الحرب الأهلية بين الخرطوم والحركات المسلحة في نفس الشهر وتحديدا في الثالث والعشرين من أكتوبر وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا على قرار رفع السودان من قائمة الدول الرائية للإرهاب وذلك بعد أكثر من سبعة وعشرين عاما على وضع الخرطوم تحت القائمة ما أضر بوضع السودان اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا وفي الحادي والعشرين من ديسمبر أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يعيد الحصانة السيادية للسودان والتي أسقطت عنه عام 1993 وبموجب هذا القرار يحصل السودان على حصانة سيادية تحميه من أي ملاحقات قضية قادمة أمام محاكم الولايات المتحدة الأمريكية ليسدل الستار على أكثر الفصول ظلاما في تاريخ السودان وكما نوهنا فإن ضيف مدار الغد كمال بولاد عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الأمين السياسي لحزب البعث أهلا بك معنا سيد بولاد وشكرا على قبول دعوة مدار الغد هذه الليلة سيد بولاد إذن مطبخ القرار السياسي للحاضنة السياسية في السودان هل سيتم السبدال بمجلس الشركاء اليوم وما تقييمكم لهذه المرحلة في تاريخ السودان؟ يبدو أن سيد بولاد لا يسمعنا الآن سيد بولاد إذن سنتحدث مع سيد بولاد في هذه الحلقة من برنامج مدار الغد اليوم حديث عن أشأن السوداني ماذا حقق السودانيون في عامهم؟ وماذا أنجزوا؟ وما هي الإخفاقات التي لم يستطيعوا تداركها في هذا العام؟ ماذا سيرحلون معهم من مكاسب؟ وما سيحققونه خلال العام المقبل؟ هذا البلد الذي عانى كثيرا طيلة عقود من الصعوبات والتحديات استطاعة بتوافق شعبي وحكومي الخروج من النفق المظلم كان هناك إنجازات كبيرة تمثلت في التوقيع النهائي لاتفاق السلام السوداني كما تابعنا بين الحكومة الانتقالية وتحالف الجبهة الثورية في الثالث من أكتوبر الماضي الاتفاق الذي وصف بالإنجاز الكبير حيث جاء بعد سبعة عشر عاما من الحرب الأهلية بين الخرطوم والحركات المسلحة في نفس الشهر وتحديدا في الثالث والعشرين من أكتوبر وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا على قرار رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وذلك بعد أكثر من سبعة وعشرين عاما على وضع الخرطوم تحت القائمة هذا الموضوع ضر بوضع السودان اقتصاديا سياسيا دبلوماسيا وعلى كل الصعود سنتحدث في هذه المواضيع وغيرها مع السيد كمال بولاد أهلا بك معنا سيد بولاد من جديد ألف مرحب مرحب بيكم شكرا على قبول دعوة مدار الغد إذن المطبخ الحاضن للقرار السياسي في السودان كيف تقيمونه اليوم؟ نتحدث عن قوى الحرية والتغيير وأيضا هل سيتم استبدال هذه الحاضنة بشكل آخر بمجلس الشركاء اليوم؟ أولا ما في شك قوى الحرية والتغيير هي تحالف كبير وضخم ويشمل عدد كبير جدا من الأحزاب وأسهمت إسهام كبير جدا في تفجير صورة ديسمبر أبريل المجيدة وهي عبارة عن قتل كل قتلة تحمل مجموعة من القوى السياسية والقوى النغابية والقوى المدنية والتي شكلت هذه الحاضنة ما قبل غيام الثورة وأصبحت هي الأساس الذي أنجز الثورة ودون شك هذا يقوم على برنامج هو برنامج قوى إعلان قوى الحرية والتغيير وبعد ذلك برامج تفصيلية لإدارة الدولة استطاعت أن تنجز هذه الحاضنة السياسية الكبيرة التي كما ذكرت لابد دورا كبيرة جدا في إنجاز الانتفاضة ستظل هذه الحاضنة أو قوى الحرية والتغيير موجودة إلى أن يتم استكمال مهام المرحلة الانتقالية كاملة متى من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية التي طالت بالنسبة لكثير من السودانيين سيد بولاد هي وفقا للاتفاق السلام مع أطراف العملية السلمية في جوبا تمت إضافة ثلاث سنوات جديدة لكي تصبح ربع سنوات يتم في نهاية قيام انتخابات تنجز التحول الديمقراطي المطلوب وتضع كل السودانيين أمام اعتاب مرحلة جديدة النقطة الثانية الأهم في السؤال لا يمكن أن يكون مجلس الشركاء هو بديل للحاضنة لأن مجلس الشركاء هو صمم لمعالجة الإشكالات التي تنتج عن الشراكة ومجلس الشركاء هو عبارة عن فكرة قديمة منذ عام تقريبا وهي أيضا تم إبداعها لمواجهة الإشكالات التي كانت تتم ما بين ركايز المرحلة الانتقالية كانت الفكرة أن يكون هناك إقاذ سلاسي ما بين مجلس الأزراء ومجلس السيادة الذي يضم المكون العسكري وممثلين للمجلس المركزي الذين يمثلون قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لمجلس الوزراء وحينما تصهر بعض الإشكالات في العمل اليومي ما بين مجلس الوزراء وما بين المكون العسكري أو مجلس السيادة يتم استدعاء ممثلين لمجلس المركز لقوى الحرية والتغيير وتتم نقاشات عميقة ومن ثم تحل كثير من القضايا سيد بولاد بعد توقيع اتفاقية السلام في يوبا سنتحدث في موضوع الخلافات ربما ومرحلة التقييم أصبح للفترة الماضية ومجلس الشركاء أيضا لكن دعنا الآن نتحدث عن ما بين المكاسب والإخفاقات سودانيا هل هذه المرحلة مرضية بالنسبة لقوى الحرية والتغيير بالنسبة للسياسة السودانية في عام كامل مليء بالتحديات؟ دون شك هي غير مرضية لأن الآمال كبار والآمال عريضة في أن ينجز كل مهام المرحلة الانتقالية وعلى رأسها مواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تصيب المواطن في معاشه اليوم وفي تقدير هذا ناتج من طبيعة التحديات الكبيرة التي موجودة أمام المرحلة الانتقالية لكن دون شك هناك خطوات جيدة جدا لأول مرة ينفتح السودان على العالم الخارجي يرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية التي أضرت كثير جدا بمستقبل السودان وتطور السودان أيضا تم تحقيق اتفاق السلام في الجبل اللي هو شمل المجموعة الأكبر من حركات الكفاح المسلح وتبقى حركتين أساسيتين حركة عبدالعزيز الحيل وحركة عبدالواحد محمد النور دون شك دي إضاءات جيدة وتدفع الأمل في أن يستكمل ذلك معالجة الأزمة الاقتصادية ومن ثم تتم معالجة مهمات الانتقال السياسي إلى نهاية المرحلة الانتقالية إلى ذلك الحين سيد مولاد عدرا للمقاطعة نعم في هذه الجزئية تحديدا موضوع المرحلة التقييمية للفترة المقبلة كان هناك متوقع أن يتم تشكيل المجلس التشريعي في المقابل فوجي السودانيون بأن هناك مجلس للشركاء يجري العمل عليه هل هناك أزمة حقيقية في تشكيل المجلس التشريعي وخصوصا أن الجبهة الثورية حسب الاتفاق سيتم منحها تقريبا 75 مقعد أيضا 25% في مجلس الوزراء لها حصة وأيضا ثلاثة مقاعد بمجلس السيادة هل هناك خشية حقيقية من هذا الاتفاق؟ أولا لا بد من التفريغ ما بين مجلس الشركاء والمجلس التشريعي مجلس الشركاء كما ذكرت لك هو مجلس لمواجهة التناقضات ما بين أطراف المرحلة الانتقالية لا يمكن أن يقوم بديل لمجلس التشريعي لأنه لا يمتلك سلطة التشريع ولا يمكن أن يقوم بديل لمجلس الوزراء لأنه لا يمتلك سلطة التنفيذ وكذلك لا يمكن أن يكون بديل لمجلس المركزي القوة الحرية والتغيير لأن المجلس المركزي في قوة الحرية والتغيير هو معني بكافة تنظيمات قوة الحرية والتغيير إذا كانت في العاصمة أو في الأقاليم أو الولايات المختلفة وأيضا هو معني بوضع السياسات التي يجب أن تنفذ في إطار المجلس الوزراء المجلس التشريعي هو السلطة الرئيسية وهو الركيزة الثالثة للمرحلة الانتقالية لأنه هو يبتدر التشريع ويبتدر القوانين وأيضا يراغب أداء الوزراء ويراغب مسار المرحلة التغيير بشكل كامل وهو عبارة عن تمثيل رمزي لكافة ولايات السودان نعم بصورة تغرب إلى برلمان تمثيل ورمزي واضح مهام المجلس التشريعي نعم ومجلس الشركاء لا النقطة المعليش تفضل أسمح لي النقطة الأساسية على أجالة النقطة الأساسية النقطة الأساسية النقطة الأساسية ولذلك المجلس المركزي المجلس التشريعي لا بد أن يأوم ليعبل كما ذكرت لك عن رمزية كل السودانيين حدثت قضايا كثيرة جدا وتعقدات كثيرة جعلته يتأخر وفي الوسيقى الدستورية كان يجب أن ينجز في ثلاثة أشهر ودون شك تتحمل قوة الحرية والتغيير وتتحمل المجلس الأزراء ومجلس السيادة قياب المجلس التشريعي ولكن واحد من أهم التعقيدات هي أخواننا في الكفاح المسلح لم يصلوا لسلام سريع حتى يشاركوا في المجلس التشريعي وفي جزء من تعقيدات التفاوض والحوار من أجل مشاركتهم كانوا يطلبون أن يتأخر تشكيل المجلس التشريعي حتى يكونوا جزءا منه سيد بولاد ولكن الآن استطيع أن أقول هناك إرادة كبيرة جدا في داخل قوة الحرية والتغيير أن ينجز هذا المجلس التشريعي فيما قبل فبراير القادم هذه معلومة أم تقدير سيد بولاد في المجلس المركزي وحتى في مجلس الشركاء سيد بولاد المجلس التشريعي حتى في فبراير القادم هي معلومة قبل يوم 26 عبري لا قبل فبراير القادم في تقديراتنا نحن وفي ترتيباتنا في قوة الحرية والتغيير وحتى في مجلس الشركاء يجب أن ينجز المجلس التشريعي ويعقد جلسته الأولى قبل يوم 26 يناير القادم نعم إلى ذلك الحين وهو من ملفات مرحلة حتى عام 2021 هذا يدفعنا الحديث بشكل واضح عن المكونين العسكري والمدني في السودان سيد بولاد هل تسمعني؟ أسمعك جيدا نعم أسألك الآن عن الخلافات بين المكونين هل هناك خلافات يمكن أن نقول أنها اتسعى الخرق على الراتق فيما يتعلق بهذين المكونين لمنظومة الحكم الانتقالي في السودان لعبة قوة الحرية والتغيير خلال العام الماضي دورا كبيرا في احتواء كثير من الخلافات ما بين مجلس السيادة ومجلس الغراء وما زالت تلعب نفس الدول ودون شك بلد كان يعاني من نظام شمولي لثلاثين عام فيه رؤية واحدة تتحكم في السلطة بصورة عامة وفيه أخيرا شخص واحد يتحكم في القرار السياسي والاقتصادي وخلافه ليس من السهل أن يكون هناك انسيام كامل ما بين المجلس السيادة ومجلس الوزراء رغم أن نسبيا أنا أفتكير الآن أفضل بكثير جدا هناك تناغم معقول وهناك مشاركة جيدة في مجلس الشركاء من كافة الأطراف نعم لإحتواء كثير من الإشكالات الموجودة والخلافات الموجودة وأعتقد الآن الإنسيام المشترك أفضل من أي وقت سابق نعم سيد بولاد أيضا نتحدث في تصريحات رئيس مجلس السيادة السيد البرهان حول أن السلطة التنفيذية قاصرة وعاجزة ربما عن معالجة الأوضاع الاقتصادية وفي المقابل هناك انتقادات لتغول المكون العسكري على صلاحيات الجهاز التنفيذي هل ذلك لا يزال مستمرا وإلى أين يمكن أن تصل هذه الخلافات بعد عام كامل من العمل المشترك أولا الطرفان مسؤولان من كافة الأزمات الأخيرة في طالح السلطة وتحديدا في الأزمة الاقتصادية وكان من الممكن جدا أن يتم تناغم أكثر فيما بينهم وأن يلعب دورا مشتركا في معالجة الأزمة الاقتصادية إذا كانت الأمور طبيعية وتسير وطبيعية فحتى المكون العسكري هو مسؤول من الأزمة الاقتصادية في تغذيري بمثل ما مسؤول المجلس الوزراء رغم مسؤولية مجلس الوزراء هي الأعلى لأنه هو الجهاز التنفيذي الذي يجب أن يخطط ويجب أن يعمل ويجب أن يصل إلى نتائج تحقق قدر من الاستغرار الاقتصادي في البلاد أيضا واحد من اختلالات المرحلة السابقة أن هناك كثير من الموارد الاقتصادية والمالية لم تكن تحت ولاية وزارة المالية ولم تكن تحت إدارة التخطيط المركزي لمعالجة كافة الأزمات الاقتصادية في البلاد وواحد من هذه الاختلالات أيضا وجود كثير من النشاط الاقتصادي العام في الدولة بأيدي المؤسسة العسكرية وهذا يجب أن يعالج بشكل سريع ويجب أن يكون هناك تنسيق حتى تستلم وزارة المالية الولاية على كافة موارد الدولة ومن ثم تحددها وحجمها وقدرتها في النهوط بالبلاد واستخدامها في موازنة الدولة بصورة واضحة وبصورة تخلق غدري من الاستغرار الانتاجي في الدولة سيد مولاد ملفات كثيرة معنا الليلة سودانيا وحتى نتمكن من أن نجاري هذه الملفات معنا ونطرحها عليها وأنا أفتكد واحد من الملفات الهامة جدا التي يجب أن يعاليها مجلس الشركاء في النقاشات العميقة ما بين الأطراف المرحلة التقالية سواء كان مجلس السيادة ومقوينه العسكري أو مجلس البلدراء نعم سيد مولاد في المرحلة القادمة سيد مولاد هل تسمعوني الآن؟ نعم على ياتي حال كنا نود أن نتحدث أكثر معك يبدو أن نفقدنا الاتصال بالسيد كمال بولاد مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شكرا جزيلا لك سيد بولاد شكرا جزيلا لك